حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن أبي كبشة الأنمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤده مالا فهو يقول لو كان لمثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤده علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤده يؤده الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لمال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما فهما في الوزر سواء حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن سالم بن أبي الجعدي وسمعته منه يحدث عن أبي كبشة الأنمري من غطافانا عن أبي كبشة الأنمري النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي مثل أربعة نفر فذكر الحديث إلا أنه قال رجل آتاه الله مالا ولم يؤده علما فهو يخبط فيه لا يصل فيه رحيما ولا يعطي فيه حقا حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعدي عن أبي كبشة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر فذكر الحديث حدثنا روح حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سالم بن أبي الجعدي قال سمعت أبا كبشة الأنمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سمعت أبا كبشة الأنمري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا يا رسول الله قد كان شيء قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك ففعلوا فإنه من آماثل أعمالكم أتيان الحلال حتى يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن اسماعيل بن أوسطى عن محمد بن أبي كبشة الأنمري عن أبيه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره وهو يقول ما تدخلون على قومين غضب الله عليهم فنداه رجل منهم نعجب منهم يا رسول الله قال أفلا أنذركم بأعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي قوم لا يدفعون يدفعون عن أنفسهم بشيء حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن محمد بن أبي كبشة الأنمري عن أبيه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع قوم إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فذكر معناه حدثنا عبد الله بن محمد بن نمير حدثنا عبادة بن مسلمين حدثني يونس بن خباب عن سعيد أبي البختري الطائي عن أبي كبشة الأنمري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال فأما الثلاث الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد صدقة ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزا ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه قال فهذا بأفضل المنازل قال وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا قال فهو يقول لو كان لمال عملت بعمل فلاء قال فأجرهما سواء قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علمين لا يتقي فيه ربه عز وجل ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهذا بأخبث المنازل قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لمال لعملت بعمل فلاء قال هي نيته فوزرهما فيه سواء حتنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن أبي كبشة الأنمري أنه أتاه فقال أطرقني من فرسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطرق فعقت له الفرس كان له كأجر سبعين فرسا حمل عليه في سبيل الله ترجمة نانسي قنقر